تسقط فرنسا كايا تطلب من جيش فرنسا العودة إلى بلاده وهذا وطننا شعارات حملها آلاف المتظاهرين بكايا البوركنابية في وجه قوات فرنسية كانت متوجهة إلى البلد الحدودي النيجر مانعينهم من المنور ولم يكتفوا بذلك بل صر عنوة على الكشف عما تحتويه حمولة الشاحنات يأتي هذا التطور نتيجة لحالة الاحتقان والغضب في الشارع البوركنابي منذ مدة بسبب تزايد عنف الجماعات المسلحة المنتشرة بالمنطقة وعجز القوات الحكومية والدولية عوقفه واعتبار فرنسا المسؤولة الكبرى عن ذلك إذ تكبدت قوات الأمن البوركنابية مطلع الأسبوع الماضي أفدح خسائرها منذ سنوات عندما قتل مسلحون تسعة وأربعين عسكريا وأربعة مدنيين نهيك عن مقتل يزيد من خمسة وعشرين مدنيا في النيجر قرب الحدود مع مال مؤخرا ليتهم اتحاد نقابات عمال النيجر الدولة الفرنسية وحلفائها بأنهم الأعداء وطالبهم بالرحيل غير المشروط فرنسا التي تحاول إيجاد مخرج لها من الساحل خاصة في ظل تصاعد موجة رفضها شعبيا بالمنطقة أعلنت بحر الأسبوع الماضي عن إعادة انتشارها من مال إلى نيجر قبل أن تقرر خفض عدد جنودها بمالي في طار عملية برخان بحلول عام الفين وثلاثة وعشرين وعلى مدى السنوات الثلاثة الماضية شهدت بوركينافاس ومالي والنيجر أو ما يسمى مثلث الموت نزوح أكثر من مليون واربعمائة ألف شخص في المنطقة ترجمة نانسي قنقر